اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وطبعا برعاية دكتور نوتريشن هذا البرنامج يعني مستمعين نحن في هيئة الصحة آثرنا أن يكون يعني نقطة تواصل ما بين الهيئة وما بين المستمعين وجمهور المتعاملين في هذا البرنامج نفتح الأبواب لكم لاستقبال اقتراحاتكم آرائكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في يعني تطوير العمل الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي من خلف المكروفون وأيضا معانا في الأخراج لأستاذ عيسى سبيل أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 أيضا متواصلين على حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA underscore دبي حساب نور دبي ما قدر تدخل عليه إن شاء الله يعني يحاولون قدر الإمكان الجماعة عنه يربطونه بحساب نور دبي عموما نتكلم عن وثائق مشروع سلامة طبعا الهيئة توجه عناية للسادة المتعاملين يعني وبالتحديد اللي له مراجعات طبية في كل من مستشفى راشد مركز دبي للأمراض الجلدية عيادات المطار ومركز دبي للعلاج الطبيعي ويعادة التأهيل ومركز البرشة إنهم يصطحبون وثائقهم الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية والبطاقة الصحية وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت هذا الموضوع لتسجيل بياناتهم وربطا بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة طبعا هذا الإجراء يا جماعة الخير لمرة واحدة فقط وهو ضروري للحصول على خدمات طبية بأبسط الإجراءات وتهيب هيئة الصحة بدبي بالسادة المتعاملين اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل في النظام سلامة ولتمكين منشآتها الصحية اللي تعمل بهذا النظام ونمطور من تقديم خدماتها الصحية المطلوبة لجميع المتعاملين على الوجه المرجو فالله يخليكم يعني جبهة الخير اللي بيمر مستشفى راشد ولا مركز البرشة أو حتى بيمر مركز دبيل العلاج الطبيعي وعادة تهيل أو مركز دبيل الأمراض الجلدية والعيادات المنطار أن يصطحب هذه الوثائق وهذه الضرورية لأساس أن يحصل الخدمات بشكل سلس وبشكل يعني يؤسس لملفه الطبي شوف هايدة الملف الطبي تكلمنا وهايد في هذا الموضوع ما نشوف اليوم مع سير الحلقة إذا قدرنا نحن يعني نتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله ليش لا طيب في دراسة يا مستمعين تقول أشار طباف هويات المتحدة الأمريكية إلى أن الركض بانتظام يزيد من متوسط العمر المتوقع لعدة سنوات طبعا العمار بيدربي العالمي ولكن هذه دراسات تتحدث عن أجهزة الجسم وكيف أن نحافظ على فعاليتها مثل يعني السيارة ما سوي لها مينتننس بعد تخترب ها عيسى سفايف عشر سنوات مخلنهم بدلنها بتأكل البريك بتأكل ما دلي يعني بتسبب لك مشاكل كثيرة فعموما يقولكم الركض بانتظام يزيد من متوسط العمر المتوقع لعدة سنوات ويعتقد الباحثون أن الهرولة الأسبوعية لمدة ساعتين على مدى أربعين سنة قادرة على زيادة حياة الشخص من 2.8 إلى 3.2 عام يعني بالمقارنة مع أولئك الذين ما بين سنتين ونص إلى ثلاث ونص تقريبا عموما بالمقارنة مع أولئك الذين لا يولون اهتماما لمثل هذا النوع من النشاط البدني ووجد الخبراء أيضا أن ممارسة تقلل بنسبة 25 إلى 40% من خطر الوفاء المبكرة كما يقول العلماء إلى أن هذه الاستنتاجات تنطبق على جميع الناس حتى أولئك الذين يدخنون أحيانا أو يعانون من زيادة الوزن يعني البدينين تجرى الإشارة إلى أن العلماء لم يذكروا سبب المباشر الذي يجعل الركض يطيل متوسط العمر المتوقع طبعا هناك العديد من الأسباب صباح الخير عليكم جميعا عموما الجري والمشي من الرياضات المستحبة يعني الواحد لازم يسويها بشكل أو بآخر لأن فوايدها كثيرة يجمع المشي عندك بعد فرض أنك تسويك اليوم وايد بيساعدك في حياتك وايد بيخليك جسمة تقي نفسك من العديد من الأمراض وأيضا بيساهم بشكل كبير مثل ما تقول هاي الدراسة أنه يطيل العمر والأعمار مثل ما قلنا بيترب العالمين ولكن الواحد يحاول أن يعيش بصحة وسعادة طيب إذا تكلمنا عن الرياضة لازم نتكلم عن الطعام والغذاء فالفواكه هناك بعض الفواكه تقلل الإصابة بالسرطان والسكر والسمنة يقولك تناول الفواكه بشكل يومي يوفر فوائد كبيرة للجسم فهي غنية جدا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة الجسم طبعا وجد أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة والخضروات كجزء من نظام غذاء يومي قد انخفضت لديهم احتمالات الإصابة بالأمراض مثل القلب السرطان السكري السمنة طبعا يشجع برنامج ماي بليت المدعوم من قبل وزارة الزراعة الأمريكية على أن يحصل للإنسان على نصف غذائه اليومي من الفاكهة والخضار فالفواكه للجسم بشكل عام أن تحتوي على فيتامينات معادل مهمة مثل البوتاسيوم الألياف فيتامين جيم الفوليك حمض الفوليك بجانب الاحتواء على المضادات الأكساد التي تحمي من الشقوق الحرة طبعا تحتوي الفواكه أيضا على مجموعة كبيرة من المضادات الأكساد التي تساعد على تقييض الشقوق الحرة التي تتكون نتيجة العوامل الهدم التي تحدث بالجسم ومن ثم تقوم بإتلاف الخلايا إذا لم يستطع الجسم التعامل معها حيث لا يستطيع الجسم في بعض الأحيان يعني التعامل مع الشقوق الحرة التي تتكون وفق عوامل داخلية بالجسم نتيجة العمليات الحيوية أو العوامل الخارجية مثل ملوثات التدخين شعة الشم صغيرة أنت جاعد عندكم بعض المواضيع هذه كل الفواكه تساهم بشكل كبير في يعني علاجها طبعا تلعب دور كبير في تركيز في تركيز مضادات الأكسادة من فوائد الفواكه الحمراء أنها محملة بالكثير من مضادات الأكسادة أكثر من أي شيء من أي غذاء آخر لا سيما ذات اللون القاتم مثل الطماطم والكرز والكاكاو والعنب أنا قلت الكاكاو هي كاكا أنزين والتوت والرومان والفراولة طبعا وايد مواضيع خاصة بالفواكه حاطيني بعد ما شاء الله الجماعة فواكه هذا على الأكاونت عموما يعني كانت خبيرة التغذية دايما شو تقول خلوا صحنكم يعني أخضر دايما تكلمون عن الخضراء خل صحنك أخضر حط لك شوية لحم وشوية تعيش لكن خله أخضر وبعد الفواكه يعني خله وجبة رئيسية عندك ساعات يمكننا نتيفي بالي بعض الأحيان أبغي تشوكولة ولا أبغي شي ننزل وكوني يعاني أبغي بس تصبيرة في كثير من الأحيان أخذ لي فاكهة إذا حصلتها جدامي لكن مشكلة تعالي حصل للفاكه ما أدري ليش نحن ما عنا هاي الثقافة إنه نحن نحط الفواكه في كل مكان نشوف أحيانا كثيرا نسافر يعني في في أكثر من رحلة عمل نشوف المكاتب نشوف الأماكن اللي موجودة دايما تحصلون الفواكه في كل مكان حتى العمل هم اللي يوفرون هذه الفواكه فبنشوف يعني ما يطرح هذه الفكرة بعد إن شاء الله في الهيئة يمكن بما أننا نحن هيئة الصحة لازم نحن نوجد مثل هذه الممارسة على الأقل على النطاق الإدارة عندنا فاصل مستمعينا بعد الفاصل ما نتكلم على واحد من المشاريع المهمة فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي وأيضا كنا نتكلم قبل الفاصل يعني عن أهمية المشي ونتكلم عن بعض الفوائد الخاصة بالفواكه أكل الفواكه وايد مهم الفواكه والخضروات يا جماعة الخير تقلل من الإصابة بالسرطان والسكري وأيضا السمنة الآن ما ننتقل إلى موضوع آخر هذا الموضوع ما نتكن فيه عن إطلاق مبادرة العطاء وأيضا ما نعرج على حفل أصدقاء المرضى معايا في السوديو رسال سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي صباح كرلا بالخير أخو سالم خير الرحمة خير الرحمة رقام التواصل معنا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وأيضا متوجدين معاكم عبر حساب هيئة الصحة بدبي فقط اللي هو DHA أندرسكور دبي DHA أندرسكور دبي مهمة شو لي صرفها في موضوع الإنستجرام النور دبي ما تعرف يالس عادة سامحونا اللي كانوا يتابعون عن النور دبي طبعا البارحة تم يعني عقد حفل مش قرآن حفل أصدقاء المرضى أخوي سالم أول شيء يعني سويت الحفل هذا أنا أتسال يا ترى من هم أصدقاء هو طبعا البارحة ما كان احتفال كانت احتفالية إنسانية يعني كان يوم إنساني في هيئة الصحة يعني احتفالا بأول شيء بالمرضى والتعاء يعني الاجتماع وياهم واحتفالا بتكريم الأطباء والممرضين والصيادلة يعني الأخصائي الاجتماعيين لإلهم دور في متابعة المرضى والإشراف عليهم يعني طيب بعدك ما جاءت على سؤالي من هم أصدقاء المرضى تقولنا نحن أصدقاء المرضى كل من يعني يرسم بسمة على وجه المريض يعني يعني سعيد وعيسى ممكن يكون أصدقاء المرضى ممكن يكون أصدقاء المرضى طيب أنا ممكن أستوي صديق مريض أنت صديق وان زمان يا أخي لا عموا خلنا نتكلم قلت لي هذه ما كانت حفلة احتفالية عاتنا تفاصيل هذه الاحتفالية شكرا نحن احتفالية إنسانية يعني كانت يعني في تقارب بين الأطباء والمرضى والمشرفين على خدماتهم إن كانت شركات أدوية أو إن كانت برامج دعم المرضى هذه الخدمة الاجتماعية اللي خصائية الجمعيات الخيرية المتبرعين كانوا كلهم موجودين في هاي الاحتفالية طيب يعني دائما واحد لما يسوي خير يقولون سوي خير وعق بحر نزين يعني هل كان وايد مهم إن نحن نكرم هذين الفعالين الخير أو اللي كانوا موجودين ضمن مجموعة الأنشطة هذه ولا نحن نقول يعني ما لداعي بالعكس هو يا محمود يعني من ممارسات نحن المستمرة يعني نحن نشوف أن هذه تعطينا فرصة أنه دافعية حق المرضى فهذه يعني مش أنه نحن فيها رياء أو هذه فيها شفافية حتى بالنسبة 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 لأنه نحن نحن يوم نقول يعني ساعدنا المريض المريض موجود وقفت أنت على حاجته يعني ممكن تسأله وهو موجود وتتعرف على حالته يعني في يعني في المكان نفسي يعني طيب شو المبادرات اللي اللي تم تكريمها في في هذه الاحتفالية هو نحن يعني كانت هي برنامج الأدوية اللي نحن من ضمن مبادرات عام الخير اللي اعتمزت خلال يعني مبادرات عام الخير لحكومة دبي كان مبادرة الدواء تقطية برامج أدوية ونفسه مبادرة العطاء ولا البرنامج عطاء هذا أول يعني برنامج جديد نطلقه البارحة وهذا ميزة أن هذا دواء من الأدوية اللي هي تحالج أكثر من نوع السرطانات لحظة أخوي سالم خلنا نتكلم عن مبادرة الدواء لأن ما نأخذها بالتفصيل بعدين ما نتكلم عن عطاء هذه فأعتقد أنها هذه مبنية على الأولى فخلنا نتكلم عن مبادرة الدواء فمبادرة الدواء هي طبعا الفعالية أو المبادرة اللي اعتمدت في منظم مبادرات حكومة دبي لعام الخير طبعا حكنا يعني التحدي اللي عندنا نحن بنغطي أكثر من 250 مليون درهم خلال عام الخير لأكثر من 3000 مريض يعني فهذه أول يعني شكرا ما نقول أول مبادرة أو أول يعني توزيع عدوية في هالفترة بتكون جميل في عام 2016 ما شاء الله يعني أنتو وصلتو إلى 67 مليون درهم في حجم المساعدات البارحة كم علنتو كم مليون نحن البارحة اللي وزعناها بس فقط يعني في المكان نفسه في حدود 48 مليون 48 مليون ما شاء الله كانت الأدوية متوفرة يعني شكرا ما نقول نحن الوصفات الطبية متوفرة موجودة المرضى موجودين يعني طيب الحين ممكن نتسأل عن طبيعة عملكم أخي سالم هل أنتم عملكم بس تيمعون هذه المساعدات وتسلمونها للمرضى وعندكم العمل أصلا يتعدى هذا الموضوع هذا واحد أثنين كيف يمكن أن الناس يساهمون معاكم بأي شكل من الأشكال وطبعا برامج الأدوية تعتمد على مشاركة الكلفة بين المريض وبين شركة الأدوية اللي هي عندها برامج مسؤولية مجتمعية وبين الشركاء الشركاء إن كان متبرع إن كانت شركة يعني شركة خاصة أو جمعيات خيرية أو مؤسسات حكومية فهذه المنظومة كلها هي اللي تعطيك يعني شكل ما تقول الدعم الكامل للمريض الواحد يعني فهي تغيرت البرامج تغيرت ما كان نحن نجمع تبرعات نوزع أو أدوية ونوزع لا صار فيه برامج مخصصة يعني البرس كانسر أو سرطان الثدي له برنامج مخصص تكلفة العلاج هالكثر وكل مريض يعني ما يدخل البرنامج هذا إلا أنت ضامن له المبادرات والمشروعات اللي تطرحون دائما ما تتحدثون عنها بلغة الأرقام فما ندري تحضرك الأرقام الأخيرة حق المبادرات هذه نحن الحمد لله يعني مبادرة اللي هي الحين اللي هي مباردات الدوال اللي حين حقصصناها أو تم توزيع الادوية خلالها في الفترة هذه كنا يعني الهدف منه كنا نوصل لثلاثمئة مريض تقضية علاجاتهم وكان المبلغ اللي وصلنا له خلال توزيع الادوية هذه في حدوث 48 مليون طبعا مختلف التخصصات الدوائية اللي مسجلة عنها يعني فالحضر الفعالية البارحة كان بيشوف أطفال التلاثيمة موجودين أطفال الأمراض الدم موجودين كبار المرضى يعني لهم عندهم التصلب اللويحي عندهم اعتلال شبكية أنواع من السرطان فكانوا كلهم موجودين يعني وتوزعت عليهم أدوية لمدة معينة إن شاء الله جميل كان أيضا كانت هذه الاحتفالية برعاة وحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة اللي دائما نشوفه يحرص بشكل كبير على متابعة جميع فعاليات هذا المكتب طبعا دعما للإدارة العليا وعلى راسهم معالي حميد القطامي طبعا يعطينا دافعية نحن بعد نكون عنا تحديات أقوى ونطلع بمبادرات أكثر إن شاء الله خلال السنة هذه وطبعا نحن السنة عام الخير يعني إن شاء الله نكون نحن قد المسؤولية هاي طيب الآن الهيئة يعني تغريبا قاعدة تسفع في هذه المبادرات مبالغ كبيرة ولكن سالم مشاركة المجتمع ومشاركة الشركات نحن دائما ما ندعو لها ونحن في عام الخير يجب أن تكون قوية فخلنا نتكلم عن شراكاتكم هو شكل ما قد بس نحن ننوضح أن مشاركة المجتمع والمؤسساتها يعني الهيئة الحمد لله وفرت الاتفاقيات المذكرات هذه يعني من طبيعة التعامل مع الجمهور يعني يعني دعم الحالات هذه الهيئة ما عندها يعني أو أنه ما مخصصة مبالغ مباشرة للدعم إلا من خلال المجهودات هذه أو من خلال البرامج هذه اللي نحن ننفذها يعني فهي هذه في دعم المرضى وليس الجهات الحكومية مثلا أو هيئة الصحة نفسها يعني طيب هني في سؤال أدري مش من تخصصك سالم بس أنا بذكر السلام عليكم إذا تكرمت في دواء جديد لعلاج مرض خطير وهو ضمور العضلات الشوكي وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هل من أمل للحصول على هذا الدواء طبعا هذا طبعا هاشتاغ أصحاب الهمم وانتو عندكم علاقة وطيدة مع أصحاب الهمم من خلال هذا المكتب إن شاء الله نحن عندنا برامج إن شاء الله بتكون بتنفذ لأصحاب الهمم في الفترة هذه طبعا نحن عندنا بدنا ننفذ بعض البرامج اللي تدعم هذه مثل الكراسي المتحركة الكهربائية بالتنسيق مع الهيات والدواء الحكومية الأخرى اللي عندها مبادرات مثل هذه بس في برامج بتكون لأصحاب الهمم هذه البرامج اللي هي الدوائية طبعا هاي ترجع للجنة الأدوية والهذي يعني إذا كان كان عليها موافقات من وزارة الصحة وممكننا تتداول في دولة الامارات العربية المتحدة وانتو تقدرون توفرونها بشكل أو بآخر للحالات اللي أنتو اللي تتبع لكم ونحن شروطنا في برامج يعني اللي نطلقها برامج الأدوية من ضمنها أن يكون البرنامج أو الدواء هذا مسجل في الهيئة له دعم يعني أو دعم إنساني أو دعم مسؤولية مجتمعية في الشركة الأم اللي هي شركة الأدوية بعدين احنا نحتوي البرنامج هذا طيب على طار الشروط خبرنا عن الشروط اللي أنتو يعني تلزمكم أن تقدمون هذه المساعدات لهؤلاء الناس وطبعا هذا التزام شكل ما يقولون إنساني في أنك تساعد المرضى فمدام موجود في يعني بشكل ما قال معاليه البارحة احنا هيئة الصحة يعني جانب الإنساني قوي عننا يعني وإلى جانب هذا إذا جاك واحد محتاج أو أنك تشوف برنامجه العلاجي هذا صعب أنه يتنفذ ووجدت له حلول فهذا نفسه يعني من الجوانب الإنسانية أي حالة اللي هي ما تقدر تدفع أو أنه عندها صعوبة أنها تغطي البرنامج كامل نحن طبعا نسوي لها دراسة حالة ونقيمها ماديا واجتماعيا ونحاول أنها ندعمها يعني مباشرة في سؤال كيف نصبح أصدقاء للمرضى نحن قلنا في بداية هذه اللغة فخنا نذكر كيف ممكن نصير أصدقاء مرضى يعني في جوانب كثير يعني جوانب الإنسانية أو جوانب التطوع المكتب بدأ ينفذ بعض برامج التطوع النوعية يعني في الهيئة داخل الهيئة فإذا واحد حاب يطوع حتى لدعمهم نفسيا ومعنويا أو يحضر للمستشفيات أو يتابع هذا موجود عندنا يعني بالنسبة لدعمهم ماديا ومعنويا أو ماديا ويعني هذا بعد ممكن يتواصل خلال المكتب الخدمات الإنسانية ونحنا نرتب له الإكرارات المكتب لم يكن بيبان هو المكتب طبعا نبنع غير بيبان عموان السلام باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي أتمنى لكم التوفيق وشكرا لك أنا حبيت أشكر أخوي محمود طبعا فريق العمل اللي ويانا اللي هم ساهموا في مثل هذه المبادرات ويشتغلون ويانا ممكن خلال الفترات الماضية وبدأنا نطور المكتب على أساس نشكر أحمد الأسد بعد حاطين صورة البارحة مع البوستر ما نقدر نقول شيء نجم ترى اليوم عنا تكريم أو توزيع عدوية مع الهلال الأحمر من ضمن مبادرة دواعطها وسلامة فالبوستر موجود بعد يوقي صور يا أحمد الأسد عموما شكرين لكم هذه الجهود نتمنى لكم التوفيق دائما أخو سالم وإن شاء الله يا رب يعني أنتم تقومون بعمل جميل وجليل فالله يوفقكم وإن شاء الله تكونون أيضا من المساهمين بشكل كبير في حل يعني أي مشكلة على أي معسر موجود أو أنه ممكن أنه يعاني من أي مشكلة صحية فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن موضوع التطعيم فابقوا معنا صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله وخاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا البرنامج برعاية من مركز أو من دكتور نيوترشن من دكتور نيوترشن عموما الحديث عن أسبوع التطعيمات العالمية وأهمية التطعيم أهمية تطعيم الأطفال بالخصوص يعني هذه مواضيع مهمة جدا نحن نتحدث عنها مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة فاطمة العلم مستشاري ورئيس وحدة الطفولة في هيئة الصحة في دبي صباح شاء الله بالخير دكتورة صباحك الله بالنور دكتورة نحن نتكلم عن الأسبوع سبوع التطعيمات العالمية ترى شو هي الفعاليات اللي بتقوم فيها الهيئة بهذا الأسبوع وأيضا الأسبوع يقام فيه شعار لها وفيه ثيمة معينة له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي والصلاة وسلام على الأسوة المرسلين حقيقة تحتفل الهيئة الصحة في دبي متمثلة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في نهاية شهر إبريل من كل عام بالأسبوع العالمي للتحصين والذي يحمل هذا العام شعار اللقاحات تحقق الغرض منها وستقام الفعاليات في مختلف المراكز الصحية التابعة للقطاع خدمات الرعاية الصحية بهيئة الصحة في دبي وعلى مدى أسبوع في الفترة من 24 لـ 30 إبريل وسيبدأ الافتتاح في مركز المزهر الصحي يوم الاثنين بإذن الله الموافقة 24-4-2017 حيث تم توجيه الدعوة للمراجعين عن برنامج الفعاليات وحثهم على المشاركة الاستفادة من البرنامج الذي يحتوي على العديد من الأنشتة كالتالي عندنا محاضرة للمراجعين عن أهمية التطعيمات ودورها في المحافظة على صحة الفرد والمجتمع وبعدين عندنا الركن للعرض للوسائل الصحية باستخدام الوسائل المختلفة من خلال إشارات العرض وكذلك من خلال المطبوعات المختلفة التي تحوي رسائل صحية بأهمية الالتزام بالتطعيمات لجميع المراحل العمرية وأيضا عندنا ركن للإرشادات الصحية المختلفة مثلا إرشادات صحية حول أهمية بفوائد التحصين على مدى المتوسط والبعيد والحرص على منح الأطفال الفرصة للنمو في صحة جيدة وشيء ثاني عندنا إرشادات صحية حول أهمية الحفاظ على سلامة الجميع من خطر الأمراض المعدية والحد من انتشارها في المجتمع وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض وأيضا نحن نعلمهم عن جدول التطعيمات في الهيئة قبل دخول المدرسة وبعدين تكملتها في المدرسة قبل أن ندخل على موضوع جدول التطعيمات دكتورة في سوال هنا يقول سمعنا أن التطعيمات مبزينة حق الأطفال وبعض التطعيمات تسبب التوحد هل هذا الكلام صحيح أم لا لا مئة بالمئة غلط مئة بالمئة غلط لأن تطعيمات أصلا ما يسبب هذا زمان طلعوا كلام في بريطانيا من قبل يمكن 30-40 سنة عقب سواي الدراسات اكتشفوا ما لا علاقة بالتطعيم بالأساس جميل طيب نرجح جدول التطعيمات خبرنا شو جدول التطعيمات اللي موجودة أنا كنت بأكمل الأشياء اللي احنا بنسوي إن شاء الله غير مثلا عندنا بنسوي رفع الوعي الصحيح و الأهمية الاتزام بالجراءات الإضافية لأن في ناس تي وممكن ما تكمل بس احنا الحمد لله في هاي الصحاب يكملون يعني عندها نسبة تقديرت تطعيم 96 بالأمية ما شاء الله نسبة جميلة هي الحمد لله وبعدين احنا مسوين مثلا نكرم الأمهات المثاليات اللواتي تابعنا مع طفال لهم برنامج التطعيم في المواعيد المحددة تقديرا لهن وتحفيظا لغيرهن من الأمهات يعني هذا الدكتورة كم كرمتو ويدين 96 نسبة المزهر اللي موجودين في عيادة المزهر اوك مسابقات وجوائز مثلا بنسأل الأمهات هاي بنسوي ان شاء الله يومي 24 بنسأل الأمهات تسئلة عن التطعيم واللي شاطرات جاو بنعطيها بإذن الله شو بتعطونهم مفاجأة يعني جوائز ان شاء الله بإذن الله طيب نحن تكلمنا دكتورة عن أهمية نشر الوعي عن التطعيمات والرسائل اللي تبغي الهيئة توجهها بهذا الموضوع الحين نتكلم عنها شو هي أهم الأمور اللي يجب أن يعوها أولياء الأمور إن شاء الله تعتبر التطعيمات هي أكثر طرق فعالية لمنع وتقليل انتشار الأمراض المعدية حيث تحمي الأفراد من جميع الفئات العمرية من الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفتها الخطيرة وتؤدي لهم مجتمع سليم ومعافخة من الأمراض المعدية ليش إحنا دائما التطعيم في كل دول العالم مجان لأن إحنا نحمي المجتمع شو نستفيد إذا إحنا طعمنا عيالنا وما طعمنا لمقيمة مثلا صح سبيل المسأل فهام شي عندنا ومجتمع يكون صح يعني بيئة دكتورة التطعيمات هي بس للأطفال ولا حتى البالغين ممكن يخبرون لا حتى في في تطعيمات البالغين طبعا لين الكبار السن في للأطفال ما قبل المدرسة إحنا نعطيهم في عيادة صحة الطفل بعد شي تطعيم في الصحة المدرسية يعطونهم خلال سنوات الدراسة تطعيم للكبار فوق خمسين سنة فوق ستين سنة بعد في تطعيمات أوكي شو خلينا ما نركز على موضوع الأطفال دكتورة ونتكلم عن خدمات التطعيم التي توفرونها للأطفال إذن إحنا ليش نسوي الحملة أول كنت أخبرك أن تسعى الهيئة من خلال هذه الحملات إلى ترسيخ الوعي بشأن الأهمية القصوى للتحصين الكامل طوال الحياة لما لها دور في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رفع مستوى الوعي العام بأهمية التحصينات في إنقاذ الأرواح وحمايتها من الأمراض وتعزيز استعمال للقاحات لحماية الأفراد من جميع الفئات العمرية ضد الإصابة بالأمراض حيث أن التحصين يقل جميع صغاراً وكباراً في جميع المراحل العمرية من الإصابة بالأمراض المسببة للعاقة والعجزة والوفاء جميل طيب نتكلم عن الخدمات الحين بقول لك الخدمات تتوفر خدمات التعيم في جميع المراكز الصحية في هيئة صاحب دبي في الفترتين الصباحية والمسائية بواسطة كادر التمريض المتخصصة وحتى بعد دكتور الأطفال بيكون موجود في جميع أقصام صحة الطفل بمراكز الصحية وتطعيمات تعتبر شيء مهم جداً بالنسبة للأطفال حيث تحرث جميل أمهات على إعطاء أطفال لهم تطعيمات في المواعيد المحددة لهم حتى يتجنبن الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل الدرن شلل الأطفال دفتيريا تيتانو سعال ديكي التهاب الكبد البائي الحصبة حسب الألمانية والنكاف والجدير المائي جميل بعبد الله يقول أتمنى أن تقوموا بتوعية الأباء أيضاً وعدم الاكتفاء بتوعية الأمهات نتمنى بالعكس نشجع الأبو لازم دائماً يكون مع الأم بالعكس وحسن دور الأب أب وايد مهم صحيح طيب دكتورة شو هي التطعيمات اللي كبار السن فوق خمسين سنة فوق خمسين سنة لازم كل سنة يأخذون تطعيم ماذا كان وفي تطعيم يعطونهم كل خمس سنة واضح ضد امراض الرئة واللي عندهم سكري بعض يعطونهم أشياء زيادة بس هاي حق الناس العادين واللي فوق خمسة ستين سنة يعطونهم تطعيم حزام النار يعني هيربز وسترسم أوكي أيضاً عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم ودكتورة بالنسبة للتطعيمات اللي الكبار قلناها الأطفال شو التطعيمات اللي يحتاجون خلال فترات النمو احنا نبدأ نعطيهم تطعيم من الولادة عند الولادة نعطيهم تطعيم الدرن والتهاب الكبد الباقي على عمر الشهرين عندهم تطعيم عبارة عن إبرتين وقطور الإبرة واحدة فيها ست أشياء يسمونها تطعيم السداسي فيها شلل تطييم ضد شلل الأطفال كبد البايب وفيه بكتيريا يسوي التحاب السحاية اسمها موفلاسينفلونزا والسعال الديكي والتتانس والكزاز ونعطيهم وإبرة ثانية فيها عن ضد التهاب في الرئة والأذن حجرة والقطور عن الروتا اللي يسبب اسهال وزوع للأطفال طيب هني بما أننا حنتكلمنا عن الأطفال والخمسين سنة فيه سؤال يقول طيب شو التطعيمات الخاصة للنساء فوق الخمسة وعشرين سنة فيه تطعيمات معينة واللي هي تطعيمات للرجال والنساء فيه تطعيم اسمه تطعيم ضد سرطان عنق الرحم فعادة يعطون من تسعة لخمسة وعشرين سنة من تسعة سنوات بنات ليه خمسة وعشرين لخمسة وعشرين سنة بس بعد ذلك ما يفيه تطعيم مخصص طيب اللي ما خذتها قبل يعني راحت عليها خلاص لا لا، يمكن أن تأخذ لمدة 45 سنة، ولكن عندما سألت 25 سنة، يستحسن أن تأخذ كل بنت من 9 إلى 25 سنة مع أننا الآن في دول تأتي هالتطعيم للأولاد بعد، ليس فقط للبنات لأن الله يعزك ممكن هالتطعيم يسوي سرطان الهروج ومستقيم طيب، طيب دكتورة، يعني الحين بين فترة وفترة تطلع لنا بجموعة رسائل عبر الوسائل التواصل الاجتماعي أن هذه التطعيمات مضرة، وأنها تطعيم مبزين، وأنه يساهم بشكل كبير في المرض خاصة أول ما تبتدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة سواء هنا عندنا أو حتى على المسوى الخليج أو حتى على المسوى الوطن العربي بحملات معينة للتطعيمات أو الأمور الصحية تخرج بعض الأصوات بأن التطعيم مضر، شو ردتش على هذا الموضوع؟ أنا أنصحهم أقولهم مثلا خلي روحون يشوفون الطفل اللي يصاب بشلل الأطفال وكيف يالس على الكرسي سليم، عندنا وقت ناس مثلة يعني، هذا ريال يكون سليم وذكي وكل شيء بس يالس مسكين على الكرسي لأنه بسبب ما أخذ تطعيم شلل الأطفال يعني شوف إحنا الحمد لله كيف عندنا كل الناس سليم، ما فيهم أمراض مثلا حسب الألماني حسباش كثر له مضاعفات إحنا نعطيهم تطعيم ضد الحسبة، بيكون مضاعفات أقل يعني بالعكس، الحمد لله ما نشوف حين جديري زمان كنا نشوف ناس كلهم مشوهين بسبب جدري المائي الحين الحمد لله ما فيهم أي مشاكل هنا في واحدة من المتابعات تسأل بالنسبة للعائلات التي تتأخر عن تطعيم أطفالها، ما هي الأسباب؟ هل هم جهل أم تكاسل؟ هذا من جهة؟ الثانية دكتورة، شو المضاعفات المترتبة على التأخير في التطعيمات؟ أفضل شيء نعطيهم تطعيم في وقت المناسب، مثلا أول مضاعفات، مثلا فيه تطعيم نعطي هو جهل ولا كسل من العائلات أول شيء؟ أكيد كسل أنا أقول، يمكن يوم ما لا، لا إن شاء الله لا لأنها واعيين، ما شاء الله مجتمع واعي ومثقف وكل شيء يعرفون والشيء ثاني مثلا فيه تطعيم روتا، اللي وايد مهم زواعي للإسال، إذا ما يوفوا بقت المحدد ما نروح نعطيهم بعدين بس بقيت تطعيمات حتى إذا تأخروا، وإحنا شفناهم أي مكان نعطيهم، نسوي لهم جذبل من أول يديد بحيث الطفل يستفيده، يعني شو ذنب الطفل إذا أهلي أهملوا ما يابوا؟ يعني دكتورة شو المضاعفات على التطعيم اللي قلتي، شو اسمها روتا؟ مثلا روتا، بقيت تطعيمات عادي نعطي أي مكان طفلي، مثلا روتا إذا تأخر عن الشهرين وكم أسبوع ما نروح نعطيه، لأنه عنده ثلاث جرعات، شهرين، رابع، سادس، وهالطفين ما يستوي نعطيه معقوم شهر الثامن، فيستحسن أن نبدأ من البداية ونكمل عليه نزيل، إذا ما عطيتوها التطعيم، شو المضاعفات عليه؟ ويكون عندي سهل، زواع، والطول بك في مستشفرات، يعطيني مغذية، وعندي جفاف، وعندي مشاكل، ليش زين حرام الطفل اللي يعاني، ما دام في وقاية في وقاية لها، طيب، عيسى ما أدري في بعض الأسئلة، أعتقد هذا البث المباشر مبلنا نحن، أمراضة أو مرض التوحد زاد، ما هي السبب؟ هل للتطعيمات علاقة بهذا الموضوع؟ لا، صدق، ما لعلاقة، لدرجة أن أنا من زمان قبل يمكن عشر سنوات زرت مركز زبيل التوحد، واكتشفت معظم الأطفال اللي كانوا موجودين ما ماخذين تطعيم ما في، ولا كل مكان، زمان ناس كتبوا في بالنسبة للي عندهم التوحد، معظمهم ما كون مطاعمين أصلا، هل تطعيم اللي هم يخافون؟ هم يخافون من تطعيم اللي اسمه MMR لأنه كان في زمان في البريطانيا أعلنوا أن تطعيم حسبها حسبها لألمانيا وأنه كاف يسبب بس عقب سواي دراسات وأنكروا، قالوا هذا كان غلط، ليش الحين منتشر؟ لأنه حين وعي أكثر فناس تكتشف، بس هو يعني ما لعلاقة بالتطعيم، حتى في أطفال ما أخذني تطعيم أبدا، تطعيم أبدا، فيهم تواحد مساكين بس هذا أحين متشيء نسبة وتناس، وبعدين وعي أكثر، فالأم تروح وتكتشف أنه فيه تواحوزة، ما لعندهم طفل ما يفهمه يخلونه في البيت وما يهتمون، ما يعرفون شو فيه بضبط بس الحين لأنه فيه وعي فأكيد يعرفون المسألة شوية يعني فيه فيه اهتمام بس هو يعني انتشر المرض، يمكن من التغذية من الأشياء، بس من التطعيم مالي خلال صراحة الآن خلنا نتكلم عن كيف يمكن لهذه التطعيمات أنها تساهم في وقاية الأطفال خلال فترة النمو ووقاية المجتمع بشكل عام انت تعرف أن التطعيم عبارة عن اللقاء هو عبارة عن شو، أن مادة تحتويها هينا على ميكروبات ميتة أو مضاعفة غير قادرة على التسبب بالمرض وتعدي مثل عندنا عن طريق الفم في قطور ناضية وعن طريق العضل، فهذا شو دورهم يسوي مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة للمقاومة المرض بحيث إذا تعرض الجسم مرة أخرى لنفس الميكروب، احنا عندنا في الجسم شيء اسمي خلايا زاكرة وهذه التي تروح عندنا في خلايا زاكرة لما احنا تعرض لهالمرض هالخلايا تتنشط وتقول له أنا عندي مقاومة ضد هالمرض فما بس فالإنسان فالله بوايد فوايد وهي تعتبر مناعة مكتسبة غير مباشرة هدفها تعزيز وتقوية جهاز المناعة جميل، نحن يعني إن شاء الله الله يبلغنا وإياكم وجميع المستمعين شهر رمضان الكريم إن شاء الله في خلال هذه الفترة دكتورة تزيد يعني رحلات العمرة وأيضا اللي يتواجدون في الحرمين المكي والمدني في هذه الفترة بالتحديد مثلا مثل فترة الحج نحن نعرف في تطعيمات للحج لكن اللي يفكر يروح في هذه الفترة شو تنصحينه؟ في تطعيمات لهم؟ إذا كان ما أخذين تطعيم مثلا لا ما ننصح إلا التهاب الساحة إذا كان ويد زحمة لأن دائما ما شاء الله مكة ومدينة دائما زحمة ويد من الضضب الناس فما في تطعيم لهم معينة بس بيكون نتأكد إنه ما أخذين كل التطعيمات الأساسية اللي يكون عندهم بقايا أصلا نوردي موجود دكتورة دائما نحن لما نتكلم عن موضوع التطعيمات فهنا لك العديد من التطعيمات التي تقدمونها للمسافرين نحن زين؟ في تطعيمات معينة وفي البلدان معينة تقدمونها أعطينا فكرة سريعة عن هذا الموضوع مثلا اللي يسافر في دول اللي موبوءة يعني فيها أمراض مثلا كوليرا في أماكن اللي يسيرون مثلا كينيا أو غندا غانا وهذه الأشياء عندهم مرض اسم تيفويت مثلا عندهم أمراض هذه لها التطعيمات هذه لهم تطعيمة فيهم صدق لازم يأخذون في دول موبوءة بالملاريا قبل ما يأخذون يعطونهم دواء ووقاية حبوب هذا كم الفترة اللي يأخذونها قبل لا يسافرون دكتورة؟ أفضل شيء أسبوعين على الأقل أسبوعين؟ بس إذا ما فيه فجأة طلاله مثلا سفرة شيء على الأقل خمسة أيام ستة أيام بس أفضل أسبوع قبل كم يعني اللي يأخذ قبل شهرين ثلاثة عادي؟ هاي آدي لأن كل تطعيم ليس صلاحية لمدة السنتين عندنا فيه تطعيم فيه ثلاث سنوات فيه خمس سنوات يعني ما فيه تطعيم السنة؟ الزيتشام بس فلو هاكي سنويا يعطون وهذا مهم أن نأخذ الدكتورة موضوع الزيتشام؟ فيه دول فيه مدارس نعم هي تنصح بس إذا طفل سليم إحنا نقول إذا طفل سليم ما عنده أي مشاكل إنسان يعني سليم ما عنده أي مشاكل مثلا ربو عنده سكري عنده أي شيء ما يحتاج بس اللي عندهم إشياء غير مثلا كلها مشاكل في الكلها سكري في القلب يستحسن يأخذ السنوات الربو اللي عندهم ربو اللي عندهم التهاب مزمن في الصدر في أي شيء والله أنا محافظ على هذا التطعيم والزيتشام كل سنة أخذه حاوجي اللي عندهم يعني تقريبا الفترة الماضية ما الفتر الماضية يعني من قبل الفتر الماضية يعني كانت معدل خمسة مرات يعني أنا نصحك الحين ألا الحين ما شاء الله يعني مسألة وايد بسيطة اللهم لك الحمد ولما تتيجززج ما تتيجز خفيفة الحمد لكم أنا أنصح بهذا التطعيم دكتورة وصلنا يعني لכتام حلقتنا كلمة أخيرة تبين تقولين قبل ان اختم معك. انا بقى يعني انصح للمستمعين ان ليش يخافون من التطعيم. تدري ان هالتطعيم يشترون بمبالغ كبيرة يعني ثمينة جدا. الحكومة تدفعها. الحكومة تدفعش كثير. بس على مصلحة الطفل والمجتمع. في ناس يسهون من لبرة. لا ما يخافون والله ما اتعور ولا شي. بس بالعكس تقي الطفل. شو ذنب الطفل ان يصاب الامراض اذا احنا الابا والامهاد. مرة دكتور عندها واحد شباب الله ما بقول اسمي يعني الله يستر عليه. هذا ما شاء الله عليهم عضل. زي هو جسم وتشده وهذا. فعلى العضلات هذه واللي يشوفه يخاف منه يعني. عند مشكلة يخاف من الابرة. يدوخ. ازي يدوخ من الابرة. عموما. دكتور انا تعالج للعقم في اوروبا. دايم يسألوني عن تطعيم داء القطط. شو هذا الدكتورة. تطعيم داء القطط. ايه. تي كاتب. ما في داء القطط ما في تطعيم. ما ادري اذا بيكتبه بالانجليزي ما رد عليه ازيل. نبقى حلقة عن التواحد وفرط النشاط ان شاء الله. امراض التواحد زادت ما هي سبب هذي قلنا عن التطعيمات. عموما. شكرا لك الدكتورة. فاطمة العلماء السشاري ورئيس وحدة الطفولة بهية الصحة في دبينا. هشاك ريلا تتواجدت معنا. تمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وايضا نحن نضب صوتنا لصوتكم يا جماعة الخير. احرصوا دائما على يعني اعطاء التطعيمات بشكل منتظم لجميع اطفالكم. وايد مهم. عشان شو عشان نحافظ على صحتهم. الى هنا نكون قد وصلني شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك يا عيسى سبيل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العالي. ونلقاكم ان شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. محمود يوسف العالي. محمود يوسف العالي. شكرا